اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بحلايب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين وقال منسق القافلة الطبية بالبحر الأحمر وسيم إدور إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لمئتي حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 28 فحصا معمليا وثمانية فحوص بالأشعة السينية وسنار كما تم إجراء 25 حالة كشف مبكرة عن الأمراض المزمنة